اشتركوا في القناة المجتمع المدني يدعو الى تسريع في اتخاذ اجراءات عملية ووضع برامج لتحفيز المؤسسات التونسية على استرجاع مكانتها في سوق ليبيا اهلا بكم من مشاهدين الكرام تبدأ اولى عمليات تلقي حذد فيروس كورونا المستجد في تونس يوم السبت المقبل وفق ما كشفه وزير الصحة فوزي مهدي اليوم خلال اشرفه بمطار تونس قرطاجة لتسلم اولى دفعات تلقيح سبوتنيكا روسية والمتكوينة من ثلاثين الف جرعة الوزير اوضح ان هذه الدفعة ستمكن من تلقيح خمسة عشر الف منتفع من العاملين في الخط الصحي الاول في مواجهة كوفيد تسعة عشر وكبار السن والمصابين بامراض مزمنة على ان تقع عملية تذكير التلقيح بعد ثلاثة اسابيع ثلاثون الف جرعة من لقاح سبوتنيكا الروسية المضاد لفيروس كورونا صالحة لخمسة عشر الف شخص هي الكمية التي تضمنتها الدفعة الاولى الواصلة اليوم الى مطار تونس قرطاج حيث حذر وزير الصحة فوزي المهدي وكشف عن رزنامة وصول بقية التلقيح هي الدفعة هذه تتمثل في ثلاثين الف جرعة من مجموعة خمسمائة الف جرعة نوعة سبوتنيك وعن الأسبوع القادم مشيجينا ثلاثة وتسعين الف وستمائة جرعة في نوعة فيزير لبعده حوالي مية وسبعة وثلاثين الف جرعة نوعة أسترازينيكا ومعها الهيبة الصينية التي تقدر ميتين الف جرعة وفي الأسبوع الأخير من شهر مارس عنا مية تلف جرعة من نوعة فيزير وزير الصحة أكد أن حملة التلقيح ستنطلق يوم السبت المقبل مع تحديد قائمة الأشخاص ذوي الأولوية في تلقي التلقيح نهر السبت تنطلق الحملة الوطنية للتلقيح نحن مستعدين لهذا في جميع جهات الجمهورية أول مستفدين كما أعلننا له الأولوية الأولى هي إطارات الصحة العاملة في الخط الأول لمجابهة كورونا والأشخاص المتقدمين في السن وإن شاء الله كل ما توفر التلقيح ننتقل الأولوية الثانية والثالثة إلى غير ذلك وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا يتزامن مع ضعف إقبال التونسيين على التسجيل في حملة التلقيح إذ لم يتجاوز عدد المسجلين وفق وزارة الصحة 515 ألفا أي بنسبة تقارب 5% وهو ما يفسره تباين الأراء لدى المواطنين بين مؤيد ورافذ لتلقي التلقيح كعمري 64 سنة نحب اللقاح على خاطر التلقيح باهي لي وباهي الزوجتي وباهي العائلتي بيعت الحال قيد وننتظر أنه معناها بش المواطنين لكلهم معناها يخذوها الحكاية وسريو معناها يمشي ويقايدو بالنسبة لي أنا شخصيا ما ما قايدش عندي في العائلة يكون قايدو الوالد كشري قايدو ما أنا ما قايدش مبدئين ما زلت ما عنديش ثقة في التلقيح هذه حتى في العالم ما زلوا معطاها وشري جلتها بتاحها مش نتلقوا في حاملة تحسيس تثقيف توعية مش نبينوا شنية التلقيح هذه كيفاش متكونة كيفاش تطورها في الجسم في البدن ما تبدن الإنسان وبحاول الله بعد الحاملة لكل هذه إن شاء الله المواطنين يشوفوا العباد لقحت يشوفوا الإطارات لقحت وكل أطباء خاصة ينخرطوا الممرضين وقت المواطنين ينخرط بصفة إليه وسيقع توزيع جرعات اللقاح على كافة المراكز الجهوية الخمسة والعشرين المجهزين بالمبردات وتشمل مركزا وحيدا في كل ولاية مع عدى ولاية مدنين التي تضم مركزين أحدهما بجزيرة جربا ومع توجه الحكومة إلى تخفيف الإجراءات العامة في مجباهة انتشار فيروس كورونا يبدو شارع التونسي عموما غير متحوط من العدوى رغم أن وزارة الصحة كدت وجود سلالة المتحولة الجديدة البريطانية في بعض المناطق ما يطرح تساؤلات عن نجاحة الخطوة المتخذة في تعزيز حماية التونسيين أنفسهم من مخاطر الإصابة بكوفيد-19 وتبعتها للوهلة الأولى قد تخالف فيروس كورونا ماضي بعيد في تونس لا تصرفات وقائية لأغلب الناس المتحركين في الفضاء العام على تخوفات من العدوى خاصة وسط أنباء عن بداية تفشي سلالة الجديدة البريطانية المعاشة خائفة سمعت بالحكاية مع كثرة التخبار التي تسمع في العباد هي نقصت عباد سلمة وهي رأي ماشية وتزيد طورها العباد مش مستحفظة للروحة ولا يقدر خيره برده المعلومة قاعد توصة فقاعد توصة والعباد مش بلائية رسمياً دولة تهجهت إلى تخفيف إجراءة مكافحة الفيروس يسعى لأرضية تقلص نسبي ربما في عدد الوفيات والمصابين وبسبب مجبات اقتصادية واجتماعية وضد كل هذا يبدو حسب قرارة الأستاذ في علم الاجتماع بسطار السحباني تمرد الكثيرون مستندين إلى مصنف إدارة سيئة الأزمة منذ مراحلها الأولى عنا موقف رسمي مضطرب غير متناغم غير متناسق يفتقد للرؤية والوضوح وهذا نتيجة الخلاف الكبير الموجود بين المؤسسة تشريعية والمؤسسة تنفيذية بأشكالها المختلفة الاضطراب هذا قاعدين نشوفوا فيه يعني هو اللي خلت تونسي هو اللي خلت تونسي يتمرد وخلت تونسي ما عادش عنده ثقة في اللي جاي نعطيك أمثلة مظاهرات مسموح بها حلين اليوم التظاهرات الثقافية تنقل بين المدن كان موجود وهذا ينضف وفق التقديرات لمعتبر خطابا قائما على الهرسة لا يتم تسويقه بخصوص الفيروس ما يسر على الكثيرين كسر حاجز الخوف من احتمالات العدوى القطيرة ونعوها مشكلة في القطيعة اللي بدأت تتأسس من جديد اللي إسخلناها واعتقدنا أن الثورة رجعتها القطيعة بين الدولة والمجتمع المجتمع عنده مدارات تدور فيها والدولة بهيكلها بمؤسساتها بالمجتمع السياسي بكله قاعد يدور في مدارات أخرى ما عنده حتى علاقة بالحيث العام ما عنده حتى علاقة بانتظارات التونسي ما عنده حتى علاقة بمشاغل اليومية للتونسي قاعد يعيش في ضغط كبير كبير عليها هذه القطيعة وفق محدثنا قد تنسحب على عدة منفات ذات أولوية تستوجب شراكة في ضبط صوراتها العامة لأجل إنجاح تجسمها نتائج دراسة حول أهم العكاسات جائحة كوفيد تسعة عشر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وعلى المناخ قدمها ملتقا تحت عنوان دروس المستخلصة من أزمة كوفيد تسعة عشر سنة عشرين وألفين والفرص المتاحة نحو تحقيق تنمية خضراء ومارينة في تونس مناسبة أتاحت تدارس جملة من التوجهات وتوصيات لتحقيق تنمية مارينة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى إلاء عناية خاصة بالأبعاد البيئية والمناخية أزمة جائحة كورونا غيرت سياسة الدول المتبعة لإنقاذ الاقتصاد ووجود اغتناع دولي أن لا مجلل القيام بأي سياسة اقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي هذا بعض ما خلصت إليه دراسة حول أهم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمناخ لجائحة كوفيد تسعة عشر حتى في تونس يلزم ناخذها المنعرج هذي والاقتصاد يكون أكثر تنوع معناتها وأكثر محافظة على البيئة والمحيط التأش الاقتصادية كانت أكثر في الموجة الأولى وأثرت أكثر الناس ضعاف الحال والناس اللي معندهش خدمة منظمة في القطاع المنظم والناس معناتها اللي عندها شركتها تكون هشها الاقتصاد الغير منظم هو لأكثر الضر نعتقد أيضا أن كل أزمة هي فرصة للانتعاش الأخضر فالمعمار الأفضل يتطلب التركيز على تشهيد بناءات ذكية ومدود ذكية وذلك لتثمين التعدد البيولوجي والتسريع في الانتقال التقي باستخدام الطاقات المتجددة مع الحرص على رقمانة خدمات المسافات الطويلة كل هذا من أجل اقتصاد أخضر مستدام ومن بين توصيات الدراسة في مجال التنمية ما بعد كوفيد-19 ضرورة تركيز المخطط الخماسي القادم على الجانب البيئي والاقتصاد الأخضر كركز من ركائز التنوى الاقتصادي الجديد وأن يراعي المنوال التنموي البيئة والمحيط التوجه نحو الحلول تتمد على الطبيعة نحو الانتقال الإيكولوجي متابعة التنوع البيولوجي الحد من تأثيرات تغير المناخ الكوفيد-2019 علمنا اللي معناها يلزم المجتمعات تكون جاهزة لمقاومة المستجدات وهذا يعني ما يخلينا قدام ضرورة الاستعداد معناها ودعم معناها لريزيليونس متاع المدن المتاعنا متاع الاقتصاد المتاعنا متاع المجالات التنموية باش تكون أكثر قدرة للصمود ولمجابهة كافة المتغيرات ويرى الخبير الاقتصادي راضي المدنب أنه للكومشي من هذه الأزمة الاقتصادية يجب إعادة غضر في الاقتصاد ومنوال التنمية والدخول في الإصلاحات الهيكلية والجوهارية التي يحتاجها هذا المنوال ما هي الأصلاحات هذه؟ يجب أن يكون واعز الإدماج القاسم المشترك لكل السياسات العمومية التنسية يجب أن لا نترك أحداً على حافة الطريق في أي ميدان كان هذا يبدأ أولاً بالإدماج المالي إلا أمال الجائحة وفق دراسة دائيات إيجابية على الجانب البيئي حيث ساهمت في تقلص بعثات ثاني أكسيد الكربون بالإضافة إلى تحسن في جودة الهواء وسط المدن التونسية في جاناً آخر فضيحة بيئية بحجم كارثة ربما تعيش تونس ارتداداتها هذه الأيام بعد أنباء عن سكب المياه المستعملة الملوثة بأحد روافد سد سيدي سالم من ولاية باجا السد الذي يزود أكثر من نصف البلاد بمياه الشرب فضلت المتراكمة وحيوانات نافقة وغيرها كثير يشتكي منها متساكن والجهة والمجتمع المدني بها ما ينبئ بكارثة بيئية وصحية تستوجب التدخل العاجل هذا هو المشهد على امتداد روافد سد سيدي سالم بولاية باجا من تراكم للفضلات وروائح كريهة تنبعث من مياه مستعملة يتم التخلص منها على مقربة من السد خاصة بمنطقة ويد الزرقى والتي تشكو منذ سنوات من تداهر الوضع البيئي إلى جانب غياب كلي لقنوات التطهير رغم المطالبة المستمرة من الأهالي بتركيزها هذه الاشكاليات دفعت بالمختصين في المجال البيئي للمطالبة بوضع برنامج خاص وحلول عاجلة بالنسبة لمسألة صرف المياه والفضلات للحد من تلوث مجال المياه إلى جانب ما وثير من قبل النائب بدرديني جمودي رئيس لجنة الإصلاح الإيداري والحاكم راشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب وصلنا إلى وضعية مخترة وخطيرة جدا كوسوسواء الماء الصالح للشراب قاعد يغذي في أخواتنا وولد بلادنا في جميع الجهات في تونس وزيدة كيف كيف يعني التلوث البيئي اللي موجود حتى الهنين شوفوا المجاري اللي موجودة في ود زرقا معناها بين الديار بين المساكن نشوفوا الروايح هذي كله يزم معناها نقال وحل المطلوب هو المياه المستعملة تتجمع لكل ستاة أفستيسمان كوتو ولكن ما هو شي غالي على الصحة التونسي أبرتو الصحة هي الأولوية يتلموا لكلهم من مادمليز حتى الواد زرقا وكلهم يمشوا لبلان تونس لبلان تا الوسط القاحلة القاحلة تم توادي تكنولوجيا تاعتمان تاعتمان تاع المياه المستعملة يسلوذ ويسعملوها بالريانيكس يولي عبارة إن أوبوطابل وتجم تستعملها في الزر المطمرة وتجم تستعملها في العلف واعتبر أولي باجان الوضع البيئي كارثي يتطلب تضغفر كل الجهود لمعالجته بدوفير الأمكانيات المادية اللازمة رجنا حتى زيارة معناها لبعض المؤسسات كما لديوين تطهير المحطة اللي هنا في باجان ومشاولوا خيان معناها ممثلي مختلف في الوزارات وطلعوا على المحطة هذه اللي تاريخ إنشاءها يعود لسنة 1994 واللي هي دائمة معناها التعطل والتعتيب وناقصين إمكانيات مادية بشيقة معناها إسلاحة ويقعة تهيئتها وتجهيزها معناها من جديد كما زيادة مشينا معنا مشاريع معطلة كما في ودي الزرقة أو حتى في تيبار معناها وصلوا معناها عملوا القنوات لكن ما عملوش المحطة نظرنا لغياب فمتني أولا الاعتمادات الكافية بالنسبة للوزارة الفلاحة معناها السيد المندوب يقول الإمكانيات المتاع وبالنسبة للتطهير محدودة هذا وقد كلف رئيس الحكومة هشام المشيشي كلا من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلاة بتقديم تقرير بخصوص تلوث مياه سد سيدي سالم في أجل لا يتجاوز الثمانية والأربعين ساعة تلقى التحقيق من أننا طلبت كونه ثمانية والأربعين ساعة يتم تقديم تقرير في التحقيق هذية والنتائج اللي بشي تقدمه في التحقيق هذية احنا بشي نمشي وفاة وللتذكير فإن سد سيدي سالم بباجة يزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل والسفاقس بماء الشرب إذن وقفة عند تفاصيل ملف تلوث سد سيدي سالم وملابسات ما يعرف حتى الآن في خصوصه نقفها مع ضيف الأخبار الليلة رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفسادة سيد والنائب بدر الدين الجمودي الذي أثار الملف باعتباره نائبا أساسا إذن أهلا بك سيد النائب ما هي أهم التفاصيل التي يمكن أن يعرفها المواطن التونسي اليوم في خصوص هذا الملف نأسف لنقول أن هذا الملف يسلط الضوء على جريم الدولة ضد مواطنه لأن الأزمة البيئية التي كنت تعرضه هو في تقرير حولها مشكورين على التغطية العالمية هذه تعكس أزمة كبيرة في علاقة بصحة المواطن وسلامته نحن نعرف السدود هذه تزود أغلب المدن الكبرى في شمال تونس وفي سواحلها إلى حدود مدينة إصفاقص بالما الذي يقولون أنه صرح الشرع وهو ليس كذلك المعاينة الأولية التي قمت بها يوم الجمعة تؤكد أن هذه المياه المتعفنة الصادر عن محطة التطهير كما يقول السيد الوالي تم إنشاها منذ 1994 غير مجهزة بتكنولوجيا تمكن من سكب هذه المياه في أفضل سدودنا وأكبر سدودنا الذي نزود به من ما صرح الشرعب وأؤكد كذلك أن هذه المحطة معطرة على العمل ولا تشتغل كم يجب والمياه التي صادر عنها مياه على غاية من مياه الحدود هل وقفتم على أسباب تعطل عمل هذه المحطة لا هو السيد رئيس الحكومة أذنى بفتح تحقيق وطالب بتقرير 48 ساعة وناس تغربوا مثل هذا الإجراء أي تحقيق سيأتينا بنتائز موضوعية تلامس الحقيقة كما هي أنا أدعو من هذا الموقع أن يكلف الهيئة الرقبية المتخصصة في متابعة هذا الملف ومن بعد أسبوعين ينجب يقدمونا تقرير أم مش في 48 ساعة اللي إذا كانت النية هي الالتفاف حول هذا الملف الوضع في هذا السد وفي غيره من السدود يعني سد سيد البراح كذلك والسدود الأخرى في الشمال كلها تتغذى من محطة التطهير وكما كنتم تؤكدون ومن خلال الصور المصانع تصب في النفاية تمتاعها وما هيشة مراقبة ولا أدري ماذا تفعل أجهزة الرقابة سواء في علاقة بوزارة الصحة أو في علاقة بوزارة البيئة أجهزة الولاية البلديات وغيرها الشرطة البيئية اللي ويعملناها فهمني نشوفوها تتجول في السيارات نار كل وصحة المواطنة المهددة في تقديري المطلوب من السيد رئيس الحكومة أكثر من هذا بكثير والمطلوب كذلك فتح تحقيق عدلي في علاقة بهذه الجرائم وهي جرائم ضد الإنسانية وتمس من حقنا في الحياة وحقنا في بيئة سليمة وحقنا في الماء اللي هو مدسر في الدستور التونسي ولكن حقنا في الماء والماء سرع الشراب وهذا ممكن يفسر اليوم شوفوا الشركات المنتصبة في تعليم المياه المعدنية وشوفوا إقبال المواطنين إذن حتى أن نكون واضحين سيد النائب ليفهم المواطن أنتم تحاولون المسؤولية الآن في انتظار أن تظهر هذه التحقيقات المستعجلة بين الذفرين أو حتى تحقيقات أخرى وعمليات رقابة تتثبت في التفاصيل المسؤولية للشركات سواء الخاصة أو العامة أو المسؤولية الجهة فيما يتعلق بالتصرف في هذه المياه المستعملة حتى نكون واضحين نعم إذن أنتم تحملونهم المسؤولية وما هو الحل في انتظار أنه ربما كما تقولون يجب أن يتم فتح ملفاتها رقبية أو إرسال هيئة رقبية تتثبت من هذا الموضوع أولا المرحلة يقول هي التشخيص السليم والموضوعي حتى نحد المسؤوليات ولكن أنا ما نتوقفوش عن تحديد المسؤوليات فقط وأن ما يجب أن تكون لدينا استراتيجية لتعاطي مع ملف المياه بشكل عام حتى يكون المياه المستعملة سواء في الري أو في الماء الصرح الشراب تكون في مستوى المواصفات الصحية السليمة علما أن يعينت كذلك لأراضي المتاخمة للسد يقعت ريها بالمياه الفازدة هذه والملوثة وهذا على غير من الخطورة لأنه يمس من سلامتنا الصحية بشكل كبير إذن أنتم الآن تضيفون معلومة أخرى وعاد أن الماء هذا الذي يوجه للشرب للتونسيين حتى الأراضي الفلاحية التي تنتج منتجات فلاحية في تلك المنطقة هي مهددة أيضا نعم مش مهددة حاليا يحصقها بمياه السد وهي مياه ملوثة نعم إذن الحل هو التدخل العاجل من مختلف الإدارة المعنية كيف يكون تدخل العاجل حتى نكون ناجعين سيد النائب عداء إرسال هيئات رقبية ليتتثبت دوار التطهير يجب أن يلعب دوره أولا في مراقبة هذه المحطات وإذا كانت المياه غير معالجة يجب عدم شكبها في الواد المؤدي إلى السد الوزارة الفلاحة يجب أن تراقب كما يجب السدود التي تتغذى منها الصنات الصنات يجب وكذلك أن تلعب دورها كما يجب في مدنة بمياه سليمة وصحية لأن المياه الموجودة حاليا وكثيرا مشتك المواطنون من الرواية حتى المنبعثة من المياه الموجودة في السباب التي نشرب منها هذا إضافة إلى تغير في اللون ونحن نعرف المياه صرع الشراب لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له نعم وهذا مخالف للماء نستهك فيه ربما قد يكون مهمة سيد النائب نذكر أنه في فترات التي نزلت فيها كميات كبيرة من الأمطار وحدثت المشاكل نتذكر أنه في بعض الاستضافات سادة المسؤولون سواء في ديون التطهير أو في وزارة الفلاح يقولون أنه سدودنا قديمة ولم يقع العنابها كما يجب هذا ملف آخر السدود هل يمكن ربط الملفين مع بعض خصوصا أننا وصلنا إلى هذه المرحلة هو ملف واحد لأن السدود نتغذى منها ويقع تزويد عديد من الجهات الماسعة الشراب من هذه السدود ولكن هذه السدود موقع الجهرها موقع تنظيفها موقع إزالة الأطربة والطين إضافة أنه ما يقعش مدواتها وهذا من خلال شهادات مباشرة من المواطنين الموجودين غادي السدود عندها فترة طويلة ما هم جدوا فيه وهذا على غيرهم الخطورة وهذه يمس من سلامتنا وصحتنا وصحة المواطنين شكرا لك سيد نائب على كل هذه المعطيات ونسأل الله الحفظ للتونسيين جميعا إذن سيد نائب بدرديل الجمودي رئيس لازجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد والحكم الرشيدة سلبة مجلس نواب الشعب في موضوع آخر وبعد غارق مركبة انقبلة سواحل الجراتن بجزيرة قرقن من ولاية اسفاق الصباح اليوم قالت وزارة الدفاع الوطني أنه تم إلى حدود ساعة ثانية بعد ظهر اليوم انتشال تسع وثلاثين جثة وينقضوا مائة وستة وأربعين مهاجرا غير نظامية من جنسيات إفريقية مختلفة بلغ الوزارة جاء فيه أن وحدة بحرية تبعة لجيش البحر كانت أنقذت صباح اليوم سبعين مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم تونسية كانوا يطلبون المساعدة بالموقع شمال منطقة العطايا على بعد نحو عشرين كيلومتر كذلك أنقذت ثلاث وحدات بحرية معززة بفريق من الغواصين في عمليات ثانية بالمنطقة نفسها أنقذت اثنان وخمسين مهاجرا غير نظامية من جنسيات إفريقية مختلفة بينهم كذلك تونسية كانوا بصدد الغرق وانتشلت تسعة جثث فيما أنقذت وحدات الحرس البحري وفي العملية ذاتها أربعة وعشرين شخصا وانتشلت ثلاثين جثثة إذن تفاصيل أوفع عن حادثتي غرق المركبين وعمليات الإنقاذة التي أمنتها قوات جيش البحر والحرس الوطنيين يقدمها مباشرة عبر الهاتف الناتق رسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أهلا بك سيد العميد إذا كنت معنا طبعا مرحبا بك مساء الخير وكيف متابعي القناة الوطنية إذن أهلا وسهلا بك ما جديد عمليات الإنقاذ بداية هل انتهت أم ما زالت متواصلة حتى نطمئن على وضعيات هؤلاء المهاجرين خلينا نقوله في بداية في بداية كون مهمة النجدة في البحر هي وخاصة لجميع مستعملية البحر سواء كانت المراكب التجارية أو صيد البحري أو الطرفي أو المجتزين سواء كانت وانسا أو حتى الجانب هي مهمة أساسية خاصة للحرس البحري وحاليا الموضوع اللي كنت تقدم فيه سيادتك اللي توموا حل البحث وتتبع عدلي من طرف نيابة العمومية وتم تكليف وحدات الحرس الوطني بالبحث خاصة في حديثة الغرق وكذلك في الحادثة لولانية اللي متمثلة في إنقاذ المهاجرين بالنسبة للاتصال اللي صار اليوم السيطة وربوع ومتع الصباح لإقليم الحرس البحري بالوسط اللي هو في سفيقس نفيده كونه ثم مركب تعرض للغرق تحولت وحدات الحرس البحري بمنطقة الحرس الوطني بسفيقس وكذلك قارقنة والوحدات العائمة تم إنقاذ 165 مشتاز كحصيلة نهائية ومعها 39 جثة تم انتشالها كانت العملية الولانية في إنقاذ وحدات المنطقة البحرية الحرس الوطني بسفيقس ل70 مشتاز كلهم من جنسيات إفريقية مختلفة وكان معاهم نفر تونسي كانت على مستوى سواحل إجبنيانة وكانت عملية حصرية للحرس البحري بالنسبة للعملية الثانية اللي يتمكنوا فيها من إنقاذ وحداتنا البحرية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بسفيقس وقارقنة وكذلك وحدات جيش البحر كانت رفقة فريق غوص تابعة لدرجة هوية الحماية المدنية بسفيقس وينتمكنوا من إنقاذ 95 مشتاز منهم نفر تونتي وتم في النهاية انتشال إذن سيد العميد معا كل هذه الجهود التي تبذلونها مشكورين طبعا في حماية الحدود التونسية والمواطنين التونسين والأفارقة هل ثمت استراتيجية جدية للحد ولصد هذه الهجرة غير النظامية التي استفحلت السنوات الأخيرة من سواحلنا التونسية في اتجاه أوروبا والتي تحمل في غالبها جنسيات إفريقية ومهاجرين بين قوسين غير نظاميين إفريقيين هل ثمت فعلا استراتيجية قد تنجح في القريب أو حتى في متوسط المدى في أن توقف هذا المد؟ هي وحداتنا بصراحة ناجحة خاصة الحرس البحري وكذلك لدارة العامة الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها سواء كانت في لدارة العامة الأمن العمومي أو لدارة العامة الوحدة التدخل أو كذلك الاستعلامات والأبحاث باعتبار اللي كورم قاعدنا ثلاثة منظومات قاعدين نخدموا بها منظومة استعلاماتية هي المهمة متاحة خاصة من رصد العمليات التحذيرية اللي الهدف منها اجتياز الحدود البحرية خلصها ويلزم يتم إحباطها قبل الانتلاق من الشواطئ من خلال تفكيك العديد من العصابات التنظيم وهذه قامت بها العديد من وحداتنا المختصة المنظومة الثانية هي منظومة دورياتنا البرية والبحرية كذلك اللي تقوم بالعمل على الميدان ليلة نهارا كذلك لرصد جميع التحركات المشبوهة سواء كانت من مجتازين أو حتى مراكب وخاصة المنظومة الثالثة هي منظومة المراكبة الإلكترونية الساحلية اللي متكونة من محطات رصد بحري اللي تقوم برصد جميع الأجرام البحرية واللي تم التنصيق فيها مع وحداتنا البرية اللي تقوم بتدخل وضبط سواء كانوا مجتازين أو منظمين أو قبل ما يكونوا انطلقوا لي في السواحل في اتجاه القطر الإيطالي شكرا لك سيد العميد نتخل رسمي باسم الحرس الوطني عماد الدين أو حسام الدين عفوانا جبابلي على كل هذه التفاصيل عشر سنوات سجن مع نفاث العاجل بالإحسان الترابلسي وثمان سنوات مثلها لسام الفهري حكمان قضائيا صدر فجر اليوم الثلاثاء عن الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس واحد أنطيق باسم المحكمة محسن الدالي قال في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأمباء اليوم إن الحكم تضمن تخطئة المعنيين معا بمبلغ قدره أربعون مليون دينار ووقف محاكمة بقية المتهمين بموجب قانون المصالحة الإدارية فيما يتعلق بملف التلفز الوطنية وشركة كاكتوس المصادرة والتي كانت على ملكي بالإحسان الترابلسي وسامي الفهري وبخصوص جلبي بالإحسان الترابلسي الموجود بفرنسا ومقاضاته كانت المدعي العام بالمصالح العدلية بوزارة العدل السيدة راضي الحاجسة لمصرحت في 28 من جنفيا الماضي بأن دولة تونسية قدمت كل ما يجب تقديمه من وثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها المتهم بينها الضمانة القانونية للحيلولة دون تعرضه إلى معاملة قد تكون غير إنسانية على همشي الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أدى رئيس الحكومة هشام المشيش اليوم زيارة إلى ولاية زغوانة للإطلاع على مشاريع بعض الحرفيات والفلاحات في مجالات متنوعة ومن مختلف معتمديات الولاية وذلك في إطار البرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية رائدات والمرأة تواصل الاحتفاء بعيدها قصص تروى محطات نجاح نساء تونسيات من ولاية زغوان آمن بقدرتهن وقطعن مسيرتهن بثبت رغم الصعاب والعقبات قصص تم اليوم استعراض بعض فصولها في تظاهرة أمنتها وزارة المرأة والأسرة وكبار السنة طموحنا بعملنا الحرفيات والفلاحات والجمعيات ما شاء الله كبر طموحنا طموح واحد إننا نكبروا الحلمة هذه ونوريوا صورة للمرأة الفحصية الزغوانية اللي هي عندها القدرة باش توصلوا باش تعرف بروحها في وسط المجتمع نقصتنا الترويج المنتج متاعنا عندنا مشكلة في الترويج البروجيت هو عندو ثلاثة سنين وشوية أتيسي في زروين نحن معالي فورماشيونيلي سرتيفكاشيون انترنسيونال في اللونغ ترانجي وتوسكي تيجيتال تكنولوجيك ملقيتش صعوبة برش لقيت تشجيع من في الولاي يمتاعي من مؤسسة حكومية وحتى من مؤسسة خاصة من نساء هذو ما اخذينا شحنة كبيرة يسر من الأمل شحنة كبيرة يسر من الموجات الإيجابية أنا اللي هنا لقيت مناضلات مطالبة حد شيء من الدولة هذو ما قاعدين يعطيه هذو مطالبين كونه فقط أحنا نمكنهم الإحاطة اللازمة نمكنهم كونه نعاونهم في تسويق منتجاتهم استمعت إلى قصص نجاح إكستراوردينار هذه مفيدة نجم نستلهم منها أحنا قصص نجاح نجم تتوزع على تونس الكل وفي سياق استراتيجية خاصة وضعتها وزارة المرأة وعممتها في سبع عشرة ولاية تم بالمناسبة تقدم سندات مساعدة مالية في شكل هبات لأمهات تلاميذ مهددين بالانقطاع عن الدراسة مساعدات ستوظف في بعض مشاريع صورة تكون سندا وحافزا لهن ثلاثة ابنت يقرأوا إن شاء الله المشروع ذلك يعويني باش ابنتي يواصلوا قريتهم مساعدة تكون في تربية الدواج ربيت شوية تجيج شوية تنحل شوية غلم شوية حاجات مش نكون بها صغاري ونعاون بها معناها عيالي من أسباب الانقطاع المدرسي هي الإمكانيات المادية اللي ساعد تعوق الأولياء وتخليهم يقصوا على قرية صغيرات دونك إحنا بالطريقة هذي نعاون وشفتوا سيد رئيس اليوم ووزع مجموعة من المشاريع على نساء في 17 ولاية انتفعوا نساء هذو معناها بمقادير متفاوتة دون ما بين 3 و 5 ألف دينا يتراوحوا المقادير لكل مرة وما همشي كريدي ساعدوا دون نعاونوا بهم نساء بشي عملوا مشاريع خاصة هم يحبوا المشاريع الفلاحي وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي استهل هذه الزيارة بجولة في أرجاء معرض لحرفيات وعملات بالقطاع الفلاحي من جهة زهوان واستمع إلى أبرز مشاغلهم والمتمثل أساساً في صعوبات التسويق الناجمة عن تبعات أزمة كورونا خلال لقاء مع رئيسي مجلس النواب راشد الغنوشي قدمت مجموعة من العاملات في القطاع الفلاحي وممثلات عن كل من جمعية أصوات تونس والمركز التونسي المتوسطي وشبكة نساء القيادات الأفريقيات عرضاً عن الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة الريفية في عملها مشيرات بالخصوص لمحدودية الأجر الذي يتقاضينه وغياب التغطية الاجتماعية فضلاً عن صعوبة التنقل المتدخلات دعونا إلى تضليل هذه الصعوبات عبر سن التشريعات اللازمة وتحديث النصوص القانونية ذات الصلة لواكد رئيس مجلس النواب تضامونه التام معهن مشدداً على أن المجلس يعمل على سن التشريعات التي تضمن حق المرأة وكرمتها ترجع ملحوظ لمشاركة النساء في الحياة العامة بتونس سجلته جمعية أصوات نساء ونددت به بمناسبة يوم المرأة العالمي في بيانه دعت فيه إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص خصوصاً في تقلد المسئوليات الجمعية قالت أن هذا التقهقر سببه غياب الإرادة السياسية لرصد الاعتمادات اللازمة لتمويل مختلف الالتزامات الخارجية التي صادقت عليها تونس في المعاهدات أو الالتزامات المنبعثة من التشريعات العاملة على الحد من العنف المسلط على النساء حيث رصد تقرير أعدته أصوات نساء السنة الماضية حول إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية صدرت في الفترة بين تسعة عشرة والفين وعشرين والفين رصدت نسب حضور المرأة في الوظائف العامة العليا وقد بلغت تسعة وعشرين بالمئة في الهيئات العامة المستقلة وإحدى وعشرين بالمئة في رئاسة الجمهورية وخمسا وعشرين بالمئة فقط في الحكومات سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم خلال الموكب انتظم بقصر قرطاجة ورق اعتماد كمال الجزاني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى مملكة البحرين وتولى سفير أداء اليمين مم رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج عثمان الجرندي كذلك استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج محافظة البنك المركزي التونسي سيد مروان العباسي ليتناول اللقاء الوضع المالي والاقتصادية بالبلاد وضرورة البحث عن حلول له اعتمادا على مقاربة جديدة ثم استقبل رئيس الجمهورية اليوم أيضا بقصر قرطاج رئيس اللجنة المالية والتخطيط وتنمية بمجلس وبالشعب هيكل المكي وتم التطرق خلال اللقاء للأزمة السياسية الراهنة بالبلاد ونعكساتها على الأوضاع الاقتصادية ليدعو المكي إلى عقد اجتماعا طارئ لمجلس الأمن القومي يضع الوضع الاقتصادي والمالي على جدول أعماله في موضوع آخر أكثر من شهر ونصف مضت على المصادقة على التحوير الوزري الذي لم يؤدي وزراؤه اليمين دستورية أسابيع سبعة والأزمة ما تزال مستمرة بين رئيسي السلطة التنفيذية فيما فشلت محاولات الوساطة بينهما ولم تنفع في حل حالة الأزمة ما يحيل إلى إمكانية لعب مؤسسة البرلمان دور حكم في الموضوع متابعة للملف في هذا التقرير بلا شك أن لغة الحوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تعطلت وأن العلاقة بينهما دخلت إلى منعطفات خطيرة وغضت إلى ما يشبه العطار لمؤسسات الدولة سيما بعد اشتراط رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة للبدء في حوار وطني ورفض رئيس الحكومة ذلك هذا يستدعي إمكانية قيام وأسست البرلمان بدور تحكمي لحل حالة الأزمة بالنسبة لحركة النهضة تعتبر أن البرلمان قام عبر رئيسه بدعوات للحوار ولكن دون جدوة نعتقد اليوم لا فقط مجلس نواب الشعب أو الأطراف التي لديها وزن اعتباري في البلاد يلزم تلعب هذا الدور من أجل الجلوس ومن أجل إيجاد المخرج اللي هو طبيعي بشي يكون ضمن مقتضيات وضمن الاحترام الكامل لمقتضيات الدستور حتى لا نكرر السوابق في هذا الغرض بينما تعتبر الكتلة الديمقراطية أن البرلمان فوت على نفسه أن يكون جزءا من الحل بل وسهم عبر رئيسه في تسعيد الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية وترى أن الحل يكونوا على هكذا نحوه التسعيد كان من رئيس البرلمان والبرلمان لا أعتقد أنه قادر على لعب دور في هذه المسألة الحل الوحيد هو أن يراجع رئيس الحكومة كل التسميات ويذهب من جديد إلى رئيس الجمهورية أو استقالة رئيس الحكومة أو استقالة رئيس البرلمان وبين هذا وذاك تعتبر كتلة حركة تحية تونس أن البرلمان يمكن أن يكون جزءا من الحل للأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية في حال قامت الأغلبية البرلمانية الداعم لرئيس الحكومة بتعديل موقفها إنه يكون جزءا من الحل لما يتجاوز موقفه الحالي وإنه جزءا أنتم هذه ما تجمعه قضية المجلس ليس مجلس واحد ليس واحدة متكاملة اليوم الأغلبية المدعمة للمشيشي هي اللي بيدها الحل ليس المجلس بيده الحل من الواضح أن الأزمة بين مؤسسات الدولة الثلاث رئيسة الحكومة ورئيسة البرلمان ورئيس الجمهورية وصلت إلى وضع غير مسبوق وأنه لا سبيل للخروج من هكذا وضع سوى تدخل بعض العقلاء لإيجاد حلوب المسطة ضمانا لسير عدي لمؤسسات الدولة على اختلافتها خلال جلسة عامة اليوم بمجلس نواب الشعب تم التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بقبول انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول موغيال حول المواد المستنفذة طبقة الأزون المعتمدة بكيغالي كما تم التصويت على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناكويا بشأن الحصول على المواد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وقد شهدت في بدايتها تعديل جدول أعمالها بإرجاء النظر في مقترحي قانونين يتعلق الأول بتعليق الأجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم ويختص الثاني بتنقيح القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللبقين على قيد الحياة في القطاع العمومية التأجيل أقر أقر بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء منحه وقتا إضافيا للنظر وإبداء الرأي أطلع الناشط المدني كريم بن عرفا رئيس مجلس نواب الشعب اليوم على ما يقوم به من عمل تطوعي لخدمة صالح العمى مشيرا في هذا الصدد للجسر الحديدي الذي أنجزه على مستوى وادي بلوت بمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والذي مكن من فك عزلة أحد التجمعات السكنية تابعة للولاية وخلال لقائه ناشط وزميله راطي جليدي أشهد رئيس مجلس النواب بهذا العمل التطوعي الذي ينمع وعي بالدور الموكول للمجتمع المدني وبإسهامه في خدمة الصالح العمى مؤكدا أهمية أن يستلهم الشباب التونسي من هذا العمل لما يجسده من قيم تضامنية تعود بالنفع على المجموعة الوطنية مع بداية استقرار الوضع السياسي في ليبيا ودعما للعلاقات الثنائية ليبيا-تونسية العريقة دعا عدد من ممثلي المنظمات الوطنية والإقليمية الحكومة التونسية إلى تسريع في اتخاذ إجراءات ووضع برامج تساعد على إعادة التموقع في السوق الليبي بعد غياب النسبي على الساحة الاقتصادية في ليبيا دام عشر سنوات ومع بداية استقرار الأوضاع هناك تأمل منظمات وطنية وأخليمية أن تسجل تونس حضورها لإعادة أعمال ليبيا وتفتك مكانتها في السوق الليبي كما كانت عليه قبل عشر وألفين الوضع بين تونس وليبيا اقتصاديا لا يوجد في المستوى المطلوب وتقهقر بصفة كبيرة يسر كانت المبادلة التجارية في 2010 في حدود 3.5 مليار دينار اليوم ما وصلتش للثلث وهذا معناها عدة أسباب تدخل فيها نحن كنا ديما باتصال مع حرفينا في ليبيا سلعتنا كانت تمشي ربما قصرنا نوعا ما في الحضور السياسي في ليبيا صفارتنا كانت مسكرة الممثلة نيابة التجارية كانت مش موجودة طياراننا ما كانتش تمشي ليبيا فغبنا على الساحة نسبيا الغيابة ذلك أسمح لبعض بلدان منافسة لنا أنها تأخذنا جزء من سوقنا التقليدية اللي كنا نأخذ معلي احتوى لشكال أنه ينزمنا نسرعوا في الرجوع أما مش نتسرعوا ولإعادة التموقع في السوق الليبي تعمل أطراف عديدة على تعزيز التعاون الاقتصادي التونسي الليبي ودراسة المشاريع التي يمكن بعثها وفقا لمتطلبات إعادة الأعمار وأولويات المرحلة في ليبيا نحن لدينا النية كغرفة بالتعاون مع وزارة التجارة بالتعاون مع هيكل المنسان دفي تونس لنكون أول ناس موجودين في السوق الليبي من أولوياتها مثلا إعادة الكهرباء بصورة منتظمة المواطن الليبي اللي يعاني حاليا من قطاعات بساعات طويلة من أولوياته أنه توفير الصيولة في البنوك من أولوياته أنه الطاقة البنزيني توجد والبترولي يرجع معنى تولى الضخ بصورة طبيعية فالأولويات هذه نحن نخدمنا عليها نحن حفزنا مؤسساتنا لتعمل في القطاعات هذه في قطاعات الكهرباء في قطاعات طاقة باش تبادر تمشي باش تتصل بالجهات المعنية في ليبيا باش نبدأوا موجودين الفرصة متاحة اليوم للجانب التونسي سواء في المجال الخدمي في المجال التجاري في مجال الصحة زادة كيف كيف ما توقفش اليوم لابد من الذهاب زادة كيف كيف على عين المكان سوق كبير عنا مكانتنا فيها لكن لابد من الإسرع وللتسريع في دعم الاقتصاد التونسي الليبي وتوسيع دائرة قطاعات التعامل الثنائية دعم ممثلوها المنظمات إلى ضرورة العمل على تذليل الصعوبات للمستثمرين وتسهيل نسق المبادلات التجارية بين البلدين عنا أشكالية كبيرة إن شاء الله تتحلف الأيام القادمة اللي هي عدم فتح الاعتمادات للصدرات عن طريق البر هذه صعوبة كبيرة إن شاء الله نبادل مجرد ما الحكومة الليبية تبدأ إن شاء الله أشغالها في أقرب وقت نحن السيد وزير التجارة مشكور متهيئ أنه مجرد ما تبدأ الأمور يمشي وإن شاء الله يحلنها الأشكاليات هذه اللي ترجعنا للسوق الليبية بصورة طبيعية برامج ومقتلحات لتعزيز الاقتصاد التونسي الليبي من المنتظر أن تفعل على أرض الواقع مباشرة إثل منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة ولليوم الثاني على توالي يواصل البرلمان الليبي جلساته الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وهي حكومة بثقة عن ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة الدبيبة حث النواب على منح الثقة لحكومته في الأجال القانونية أي قبل التاسع عشر من مارس الحالي لتقود البلاد خلال هذه المرحلة الانتقالية باتجاه الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم باعتبارها حكومة تضم ستة وعشرين وزيرا وستة وزراء دولة وبالتوازي مع جلسات البرلمان استؤنفت اليوم الرحلات الجوية بين مدينتي بنغازي ومصراط الليبيتين التي كانتا تحت سلطات متنافسة استؤنفت بعد توقف استمر سبع سنوات ما أشهر وفق التقديرات على بدء عودة الحياة إلى طبيعتها وانقطاع الصراع باتجاه الاستقرار دائم في لبنان أغلق المحتجون بعض مداخل العاصمة بيروت في سياق التعبير عن رفضهم الأوضاع المعيشية المتدنية وانهيار العملة الوطنية الليرة مقابل الدولار وحسب التقديرات فإن الاحتجاجات تراجعت نسبيا عن يوم أمس المصنف باثنين الغضب والذي تم فيه إغلاق الطرقات ويضرم النيران بالإطارات المططية والشاحنات وقد عقد رئيس اللبناني مشال عون اجتماعا بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزراء وقادة أمنيين وحاكم مصر في لبنان لمناقشة الأوضاع وبحث حلولها رحبت الحكومة الإسبانية بقرار البرلمان الأوروبي مسامس رفع الحصانة عن ثلاثة نواب انفصاليين ومؤيدين الاستقال كتالونيا بينهم كارل بيكدامونت الذي تطالب إسبانيا بعودته إلى أراضيها ومحاكمته على خلفية ظلوعه في محاولة انفصال سنة 17 و2000 وزيرة الخارجية الإسبانية أناركا كونزاليس لايا قالت إن القرار رسالة واضحة لأن مشاكل كتالونيا يتم حلها في إسبانيا فيما نقل عن الرئيس السابق للإقليم استنكاره موقفا يصنفه اضطهادا سياسيا في جديد الرياضة الآن ويسعى كل من نجم رياضي ساحلي ونادي سفاقسي لاقتناص العلامة الكاملة بالمجموعة الثالثة عندما يخوضان غدا الأربعة الجولة الأولى من دور مجموعات مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية حيث يستقبل فريق جوهرة الساحل ضيفه جرافة سنغالية فيما يلاقي مواطنه النادي سفاقسي السليتس البركينية بملعب الطيب لمهيري أصدرت محكمة تحكيم الرياضية التاس قرارها في استئناف أحمد أحمد رئيس السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد قرار لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والقاضي بإيقافه السنوات الخمسة المقبلة عن أي نشاط رياضي الاتحاد الدولي كان عصدار نوفمبر الماضي القرارة رسمية قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى سنتين فقط ابتداء من أمس الاثنين إضافة إلى تقليص العقوبة المالية إلى خمسين ألف فارنك سويسرية في المقابل لا يحظى أحمد أحمد بقانونية ترشوحه لانتخابات رئاسة الكنفدرالية الإفريقية التي ستنتظم في الثاني عشر من مارس الجاري وفي كرة القدم الأوروبية يسعى يوفانتوس لإيطالي لتدارك عثرة الذهاب واقتناص ورقة العبور إلى ربع نهائية عندما يستضيف بعد قليل بورتوال بورتغالية في الدفعة الأولى من مواجهات إياب الدوري ثم نهائي من مسابقة كأس ربيطة الأبطال فيما يستقبل بروسيا دورتموند الألماني ضيفه إشبيلا الإسبانية المنهزم ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين نهاية المواد الإخباري مشاهدنا الكرام وهذا تذكير بالعنوين وصول أول دفعة من تلقيح سبوتنيك المضاد لكورونا ما سيمكن من تلقيح 15 ألف منتفاع من العاملين في الخط الأول الصحية وكبار السن وحميلية لمراض المزبلة غياب محطات التطهير والتلوث مواد المائية بباجا قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية وصحية تستوجب تدخل العاجل وفق الأهالي والمختصين المجتمع المدني يدعو إلى تسريع في اتخاذ إجراءات عملية ووضع برامج لتحفيز المؤسسات التونسية على استرجاع مكانتها في السوق الليبية أخبرنا هذه وغيرها على ذمتكم مشاهدين عبر بوابة التلفزة التونسية بيت التونسيين نلقاكم على خير اشتركوا في القناة